أول تحرك تركي لمصر تركيا تستعد لدخول حقول الغاز المصرية تركيا دلوقتي مهتمة بالغاز الموجود على سواحل مصر وفي مشروع شغال بين البلدين بخصوص أن مصر تاخد الغاز باستخدام وحدات تركيا عائمة للتخزين وإعادة التغويز كمان تركيا نوية تبعد سفينة استكشاف اسمها عروج ريس للصومال في شهر أكتوبر عشان تعمل هناك أبحاث ومسح زلزالي ضمن اتفاقية تعاون في مجال الغاز والنفط بين البلدين تركيا مش بس مهتمة بالصومال كمان في عرض جالها من ليبيا للتنقيب عن الطاقة أمام سواحلها وتركيا متحمسة للموضوع ده وبتخطط أنها تبدأ المسح الزلزالي في المنطقة ده قريب الرئيس التركي رجب طيب أردغان أعلن أن بلده عوزة تقوي علاقتها مع مصر في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة النووية ده حصل بعد ما قابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة واتفقوا أنهم يحسنوا العلاقات في مجالات كتير زي التجارة والدفاع والصحة والطاقة قبل ما الرؤساء يتكلموا وزراء من مصر وتركيا وقعوا على اتفاقات مع بعض في عدة مجالات فكرة الأساسية أن تركيا عاوزة تشتغل مع مصر وليبيا في الغاز والطاقة وده جزء من خطتها لتوسيع نفوزها في المنطقة ولكن توسيع نفوز تركيا ده طبعا بموافقة مصر ما فيش أي حاجة هاتم في المنطقة بدون موافقة مصر ومشاركة مصر والأرباح تتقاصم مع مصر مصر طبعا يعني مش سايبة الدنيا عايمة لا كل حاجة بالاتفاق مع مصر وبتوقيع بروتوكولات تعاون بين الجانبين فمحدش يقلق من الموضوع ده